نرجع للجد فتجد وهو يقدم الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهد المصري المبزول لوقف هذا التصعيد في غزة ما بين تل أبيب وما بين المقاومة الفلسطينية بايدن قال بالنص أتقدم بالشكر للرئيس السيسي وكبار المسؤولين المصريين الذين لعبوا دورا مركزيا في دبلوماسية وقف إطلاق النار في غزة أيوة فندم مصر نجحت في إقرار وقف إطلاق النار في القطاع أو بالأحرى على القطاع مصر قدرت أنها تعمل اتصالات مكثفة مع حركة الجهاد الإسلامي ومع تل أبيب وتكللت هذه التحركات المصرية الحمد لله أولا وأخيرا وكما جرت العادة بالنجاح نجاح في وقف نزيف دم لأهلين في القطاع حالة من الترحيب الشعبي والرسمي الحمد لله وشكر الله في الأراضي الفلسطينية